هدية الملكة الجنية في عالم يتجاوز عالمنا حيث تتفتح الزهور بكل ألوان قوس قزح وتتألق أشعة الشمس مثل الماس كانت مملكة سباركلود الخيالية مخفية حكمت الملكة الجنية لوناً مملكتها بلطف ونعمة في أحد الأيام تجولت جنية فضولية تدعى ديزي في عالم البشر والتقت بفتاة صغيرة تدعى ليلي لقد أصبحوا أصدقاء سريعين وتبادلوا الأسرار والقصص ولكن عندما عادت ديزي إلى سباركلود نسيت الشيء الأكثر أهمية يجب أن لا تكشف الجنيات أبداً عن عالمها للبشر كانت الملكة الجنية لوناً قلقة لكن كان لديها خطة لقد أهدت ليلي تميمة خاصة سمحت لها بزيارة سباركلود حيث التقت بديزي والجنيات الأخرى ذهبوا معاً في مغامرات واستكشفوا المملكة الخيالية وتعلموا قيمة الصداقة وحفظ الأسرار